بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر السريع للتعليق على هذا الخبر المنشور في صحيفة الدياليميل البريطانية هذا الطائر العجيب الذي أرعب الشعب الأسترالي نعم هذه الصحيفة تتحدث عن هذا الطائر الذي يتسبب في انتشار الحرائق بكل مكان هذا الطائر هو الحدأة أو الحداية زي ما بنقول عندنا في مصر هذا الطائر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة نعم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله في أي مكان حتى في الحرم ولذلك هذا التقرير أنا لا أريد أن أطيل هذا التقرير وهذه الفيديوهات المنشرة على اليوتيوب من حوالي عام تقريبا تتحدث عن هذا الطائر وتحذر منه شوفوا هذا الطائر الخطير طبعا ممكن واحد يسأل الآن كيف ينقل الحرائق من مكان لآخر ينقل الحرائق من مكان لآخر حسب علماء في جامعة سيدني الأسترالية عن طريق حمل أخشاب صغيرة مشتعلة أو أغصان صغيرة مشتعلة ويرمي هذه الأغصان في مناطق أخرى جافة ليس فيها حرائق يعني بيختار حاجة مشتعلة طبعا في جزء منها غير مشتعل يمسك بهذا الغصن أو الخشبة الصغيرة ويلقيها في مكان آخر ليحرق الطيور والدواب هناك وهذا التقرير منشور من يوم 2 يناير 2020 يتحدث بالتفصيل عن دراسات جامعية أن هذا الطائر يتعمد نقل الحرائق من مكان لآخر لإيذاء الطيور هذا الطائر يقولون أنه في البداية كانوا يشكون أن هذا الطائر يفعل هذا بالخطأ ولكنهم يقولون أن هذا الطائر يتعمد نقل الحرائق من مكان لآخر لإيذاء الطيور ولإحراق الطيور وسبحان الله أحببت فقط أن أقرأ عليكم هذا الحديث وهذا الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يعني حتى في الحرم اللي يعني لا يجوز قتل فيه الحيوانات والطيور يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والغراب والحدأة أو الحداية زي ما بقوله في مصر والعقرب والفأرة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام هم الآن يقولون أن هذا الطائر المؤذي المرعب ينقل الحرائق من مكان لآخر وتسبب في نفوق حوالي نصف مليار حيوان عارفين الرقم ده مش بهزر فيه هذا الرقم حقيقي نصف مليار حيوان نفقوا في حرائق أستراليا على فكرة حرائق أستراليا مرعبة جدا كما تشوف الأجواء هناك كأنه يوم القيامة نار الأجواء لونها أصفر برتقالي كذا فنصف مليار حيوان قتلوا طبعا بسبب جزء من هذه الأسباب هو أن هذا الطائر ينقل الحرائق من مكان لآخر لطرد الطيور والزواحف والحيوانات سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الطائر منذ أكثر من 1400 سنة من الذي علمه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهذا الفيديو لا أريد أن يكون طويل حتى يستطيع الناس أن ينشروه شكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا التقرير في أول تعليق على اليوتيوب شكرا لكم